طيب نروح لمدينة الغرداء واللي الحقيقة بيحصل فيها تطوير كبير في الممشى السياحي والترفيهي وده ضمن مشروعات تطوير الصورة البصرية للمدينة السياحية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع بينضم لنا دلوقتي على التليفون المهندس حاتم رياب الاستشاري الهندسي لمحافظة البحر الأحمر ومسؤول مشروع تطوير الصورة البصرية صباح القير على حضرتك يا فندم ولو تقول لنا ملامح حد التطوير يعني الجديد في الممشى السياحي اللي هيتمه إحنا بنتكلم على واحد يعني من أكبر يعني الممشى السياحي اللي موجود في الغرداء بنتكلم ستالاف متر تقريب صباح الخير يا فندم على حضرتك صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك في البداية أنا حابب أوضح أن المنهجية اللي تمت في مدينة الغرداء عشان نوصل للمعارضة أننا نايد سياغة وتشكيل وافتتاح الممشى السياحي لتفضل السيد الوزير السياحي والسيد المحافظ بافتتاحه من زيان هي تطبيق مخرجات المخاطط الاستراتيجي لتطوير مدينة الغرداء في إطار خطة شاملة للتنمية يمكن بدأناها في 2016 كان أهم مخرجات الخطة الاستراتيجية دي أن نحن نحول مدينة الغرداء لمدينة بيئية خضراء وندعم الصورة الزيانية والبطرية للمدينة من خلال تطوير المحاول والميادين والفراغات العامة ونحن نحط مدينة الغرداء على خارجة السياحة العالمية في المكانة التي تطبيق فيها يمكننا عملنا حكتين مهنين جدا في البداية أن نعمل دليل إرشادي موحد لجميع الخامات والأرضيات والتشكير وكل الأنواع عشان ما نتحوطش المدينة فيها عشوائية بشكل ما أو بآخر رقم اتنين أن نحن قسمنا طبعا يمكن المدينة لقطاعات متجنسة قطاعات أولوية في التنمية الأولوية الأولى كانت للقطاع السكني عشان خدمة أهالي مدينة الغرداء في المقام الأول ثم القطاع الخدمي والسياحي بعد كده بدأنا أن نحن نحط أربع مراحل لتنفيذ المشروعات دي المرحلة الأولى والتانية يمكن انتهينا منهم والمرحلة الثالثة اللي احنا شفالين فيها دلوقتي وفتقطنا منع الممشى السياحي ولسه في طريق المطار وحلقة السمت طبعا يمكن الممشى السياحي اللي بنتكلم عليه النهاردة يمكن طوله 6500 متر تقريبا يمكن من أكبر الإمكانات السياحية بالمحافظة وكان توبيه السياحة بالمحافظة طبعا نحن نوري الناس للوجه الحضاري والسياحي لمدينة الغرداء تعتبر مدحف مفتوحي لكل اللي يتمشى عليه طبعا تم تقسيم القطاعات فيها متاحب مفتوحة فيها مساحات للترير فيها مسارات للدراجات فيها مسطحات خضرة كبيرة وبالتالي احنا قدرنا ان احنا نوفر اكبر إمكانية سياحية اللي تخدم حركة المشاة والسياحين على مستوى الغرداء طبعا يمكن اتفتح على 3 أو 4 مراحل المرحلة الأخيرة منه كانت اللي اتفتحت منذ أيام وبالمناسبة احنا كده وصلنا بالمراحل الثلاثة من تطوير المشروعات السياحية في الغرداء حتى الآن ان احنا نوفر 15 كيلو متر من مسارات المشاة على مستوى المدينة يمكن تكريبا خاطب المدن العالمية في حركة المشاة نعم وفرنا تقريبا 50 ألف متر مسطح مناطق خضرة ومسوحة وده بيقل برادات الحرارة طبعا والانباسات الحرارية وده بمناسبة طبعا استضافة مصر المؤتمر المناخي العالمي وطبعا وفرنا استخدام شبكات رأي حديثة مربوطة بمئة المدينة طبعا بمركز شبكات ومعلومات المحافظة واستخدام خمات صديقة البيئة وما إلا ذلك نعم يمكن بشمواندس حاتم أنا شايف في الصورة اللي بتعرض دلوقتي ليه الممشا ما أصبحش ممشا بشكله النمطي أو التقليدي يمكن نقدر نقول أننا شايفين بورتري في لوحة متكملة الأركان لأن الممشا ده في الحقيقة هو عمره 20 سنة هو الأقدم وإن كان الأكبر كمان في مصر فيهمنا هنا نعرف كل أعمال التطوير الخاصة بالممشا دي هل بيتم الاستعانة فيها بأياد مصرية فقط ولا أيضا في عامل أجنبي أو خبرة أجنبية موجودة للاستعانة لا يمكن هو طبعا المشروع كان بأياد مصرية طبعا مية في المية إحنا بدأنا في بداية المشروع أن الممشا طبعا زي ما حكي قلت أفضلت وقلت أنه بقاله 20 سنة يمكن موجود صحيح إحنا بدأنا نشوف الإمكانيات الموجودة عشان يكون التطوير سريع جدا قدر نستغلها مرة أخرى بدأنا نشوف الإمكانيات اللي بتنقص السائح يمكن إن كان السائح كان بينزل بيجي يقص الفندوق مش عارف يخرج بره الفندوق عشان يلاقي أي أكتيفتي أوائي وإن كان الممشا ده بيطل على الأدب من الفنادق كماني أه طبعا ما هو معظم الفنادق اللي موجودة بتطل عليه فبالتالي إحنا قدرنا نوفر بعض الرياضات اللي موجودة إن إحنا نقدر يستغل لها السائح يقدر يلاقي فيه أو الدور جيم من منطقة ترايط خارجية فيه مطار للدراجات يقدر يستخدمه فيه إبنس بتحصل إحنا عندنا النهاردة في يحصل فيه مؤتمرات فنية وأحداث فنية بتحصل بشكل سنة ودلوقتي على الممشا السياحي اللي المناشته والسامبوزيوم وخلافه على الممشا السياحي اللي موجودة ده غير إن كان فيه مشكلة رئيسية إن ما كانش بيقدر السائح يستغل الممشا ده بالنهار عشان ما كانش فيه غطاء نباتي أو تشكير بشكل كبير فبدا إن إحنا نشتغل على الأساس كده اتغيرت الإضاءة والتشكيل البصري اللي الممشي عشان يكون أكثر جذبا إحنا بنتكلم في ستة كيلو ونص يعني بنتكلم في قطاعات كتير قوي عشان أقدر أخلي السائح إن هو يمشي ستة كيلو ونص دول كان لازم إن أنا أبدأ إن أنا أدي له حافظ إن هو يمشي يلاقي حاجة جديدة بيشوفها كل ما بيمشي أو وسيلة انتقال مختلفة زي الدراجات زي الترايض أو المشي أو خلافه إذن يعني هو تحسين التجربة السياحية أو تقديم منتج سياحي مختلف هو ده المنشود من يعني مسألة التطوير اللي بتحصل في الغرداء عايز أعرف إحنا إحنا إزاي بنروج لهذا التغيير طبعا إحنا 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 هو الترويج لهذا التغيير بالمنتج نفسه بالحادث نفسه يعني إحنا لما بتلاقي حضرتك السياح بيجي يلاقي تجربة مختلفة بيتصور صورة مختلفة بتنزل على المواقع التواصل الاجتماعي أو خلافه ده أكبر ترويج لنا بحيث أن نحن نظهر الوجه الحقيقي الموجود للمدينة فعلا وده يمكن في الفترة الأخيرة تصنيف مدينة الغرداء بدأ أنه يرتفع على حاجات كتير على موقع كتيرة تريب أتبايسر وخلافه فده حاجة كويسة ودليل على أن المنتج السياحي فعلا بيتطور وبيتطور في مدينة الغرداء نعم نحن نشكر حضرتك جزير الشكر المهندس حاتم مدياب الاستشاري الهندسي لمحافظة البحر الأحمر ومسؤول مشروع تطوير الصورة البصرية للممشى بمدينة الغرداء الغرداء شكرا لك فإن